السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد شبره وانتا بتشوف كناة صف على عطور طبعا الاول مرة بتشرفني في القناة ساعدني جدا انت تنضم الينا وكمان تفعل الجرس عشان نجيلك فيديوهات قيمة جدا على عطور ومراجعتنا على عطور طبعا كمان تقدر تعمل لايك عشان بحسن ظهور الفيديو الناس كتير جدا تقدر تشوف وتستفد من المعلومات الماكولة ملحوظة بس حابنا نقولها في البداية اي رابط هنتكلم عليها طبعا اي مراجع هتكلم عليها في الفيديو او طبعا رابط المنتج اللي هنتكلم عليه ممكن هتلاقيه في الديسكريبشن تحت تقدر تفتح الديسكريبشن شوف سواء مراجع او رابط تقدر تستفد منها كخصمات العرضات النهاردة هنتكلم على اه طبعا جيدي اسئلها كتير جدا على اه عطور طبعا فصل الدايل وما زالنا طبعا بنتكلم ونوضح على اه مكونات عطور فصل الدايل وخصوصا مجموعة الفلفت مجموعة الفلفت تكلمنا عنها في مجموعة قبل كده يعني في فيديوهات قبل كده اه فصل الدايل عامل مجموعة كبيرة من الفلفت وكلمة فلفت يعني مخملي الحقيقة ان هو يعني ابدع في العطور بتاعته بين عطور شرقية عطور فرنسية طبعا من ضمن الاسئلة فيجيلي هل عطور فصل الدايل هل هي عطور فرنسية ولا عطور شرقيه الحقيقة ان لفصل الدايل فكرته قيمة على اه طبعا اه اه زيت مهم جدا من الزيوت المستخدمة اللي هو بيستخدمها دايما في معظم الزيوت العطرية بتاعته هي الباتشولي زيت البته اللي طبعا من الزيوت الفخمه جدا والحقيقة هو اه حقق انتشار واسع كبير جدا في مملكة العربية السعودية طبعا الزوء العام في المملكة العربية السعودية بيميل الى ناحية البتشولي هي الحقيقة على المستوى الشخصي هي ظهرة فخمة جدا مميزة طبعا لها طبعا تاريخ وباع كبير جدا في الزوء العطرية كما تستخدم على فترات من من العصور طبعا يرجع الى مصر قديمة طبعا عرفناها هذه البتشولي طبعا من الجدران الموجودة في الفراعنة طبعا عصر الزوء العطرية والزوء العطرية مستخرجة والنباتة البتشولي تحديدا كان موجود لانه هو ده كان عطر مفضل لتوت عن خامون وكانت ايضا ملكة كليفوترة كان بتستخدمه كان عندها مصنع خاص بيها بالزوء العطرية فهو زيت عطر ليه تاريخ قديم جدا طبعا ممتشف الحقيقة في الفترات الاخيرة قبل مثلا مئة عام النبات انتقل لامريكا الشمالية وماليزيا والحال ان ماليزيا محققة نجاح كبير جدا في الزراعات الموجودة هناك وتعتبر ماليزيا رقم معادلة مهم جدا في تصدير الزيت العطري ده يا جماعة دول العالم كمان آآ امريكا الشمالية طبعا درجة نقاء الزيت العطري بيرجع لعوامل كتيرة جدا سواء مضاف اليه مادة كميائية او آآ فقط زيت عطري بجوء. المهم ان انا عايز اقول لك ان الزيت العطري داخل في معظم آآ الزيت العطرية النوتة العطرية آآ الخاصة بآآ فصل الدايل وليه حقيقة ان هو محقق نجاح كبير جدا. طيب ان نرجع برضو لسؤال هل آآ زيت العطرية بتاعة فصل الدايل هل شرقية ولا فرنسية الحقيقة ان هو بجمع بين الاتنين. لان الفكرة كلها ايمة على ان هو بشوف فيه منتجات نوتات عطرية. طبعا هنا بنتكلم على نوت عطرية. وليس ان انا اجيب زيت عطري آآ اعمل منه بست كوبي. وخلاص ان انا هنزله مسلا زي عطر مسلا نيكل سابع لو هو آآ او عطر مثلا زي شانيل فايف او اي عطر زي شركة ديور اي عطر اي ان كان يعني ان انا اجيبه. الزيت العطر بتاعه بتباع في المهلات. ان انا اجيبه ان انا احط عليه القحول وان انا اقول العطر ده بتاعي. لا هو مش بتاع. لان العطر زيت العطر اللي انت استخدمت ده ده بيكون اصلا هو مصمم عبارة عن روابط عطرية. روابط عطرية المادة الطبيعية بتستخلص منها روابط من ضمنها الروابط الموجودة فيها. فطبعا تصميم العطر بيبتدي من الصفر. طبعا بيكون شيء مهم جدا يعني. طيب فكرة فصلة ده القائمة قائمة على اي قائمة على ان هو بيجي بيشوف مسلا منتجات. منتج مسلا زي شانيل فايف منتج زي نيكول سابة اللي هو عمل منه الف تسمائة ثلاثة ثمانين. العطر ده ليه مراجع? ليه مراجع في الشركات نفسها? ليه النقطة العطرية? طبعا بيكون فيه خفايا في النقطة العطرية. يعني مسلا انا بكونه من ست عطور او سبع عطور. فيه فيه خفايا. انا بشيل مسلا عطرين. زيوت عطرية. اه زيوت عطرية مسلا صنفين من زيوت العطرية. ما بيذكرهمش طبعا في الموقع واللي هو بصاب بتاعي. لكن طبعا المصممين العطور بيجتهدوا. لكن اساسيات موجودة. يعني مسلا انا مكونة العطر بتاعي من اللبان ومن العنبر ومن الزعفران ومن الورد البلغاري. الورد البلغاري انا ما بذكرهش. لكن طبعا لما اه انت بتشم كأنف عطرية بتقدر توصل الورد البلغاري تحس بالريحة بتاعتي وتشعر بيها موجودة فيها. فتقدر ان انت تقترحها او ان انت تحطها في النقطة العطرية المذكورة. فطبعا بيجيب النقطة العطرية. النقطة العطرية مسلا مكوانة من خمس عطور او ست عطور ببتدي ان هو يصمم العطر بتاعه وبناء على النقطة العطرية اللي هي موجودة قدامه الريدي اصلا اللي هي معروفة اللي هي اللبان والعنبر والزعفرات. طيب بوصل لنقطة عطرية شبيهة جدا. احنا بالمعنى يعني البلد الادارج نقدر نقول آآ آآ الخط العطر. نقدر نقول الخط العطر. يعني الخط العطر مسلا شبه كزا. او الخط العطر شبه آآ عطر كزا. والحيان تصميم العطر ما انت ممكن يعني اضافة بسيطة جدا بتعمل يعني اختلاف كبير جدا في العطر. هو شبه العطر كزا. لكن مش نفس العطر. لان النقطة العطرية هنا مختلفة تماما. يعني مسلا انا جبت مسلا عطر زي شانيل فايف. شانيل فايف مكون من عشر انواع. انا جبت تسع انواع موجودين فيه. جبت نوع تاني مختلف تماما. وليكن مسك الابيض حطيته. المسك الابيض هنا بعمل بعمل آآ اضافة للزيط العطرية لشانيل فايف. وكمان بيغير النقطة العطرية بتاعة شانيل فايف. وعلى مدار التعتيق ومدار طبعا الفترات اللي بيكون موجود فيها التخمر بتاع العطر. ان العطر اللي مرحلة تخمر. تخمر العطر في المرحلة قبل طبعا ما يطلق للسوق. المرحلة دي بتغير عوامل كتير جدا مع العوامل الجوية مع العطر نفسه. فبالتالي العطر بيكون مختلف تماما. فهنا الفكرة كلها. هنا فيصل الدايل بيجيب نقطة عطرية بصمم النقطة العطرية الموجودة. تمام? وللامانة هو اوقات بذكر ان هو ده العطر ده شبه كزا. او انا بصمم عطره مسلا شبه كزا. والحقيقة ان يعني لها نجاح كبير جدا. وحاليا دلوقتي مع الابداعات اللي هو بتدحى ومع طبعا النجاحات الكبيرة اللي هو حققها. آآ الراجل بيبدي آآ يعني بيشتغل على نقطة عطرية خاصة به هو آآ قريبة جدا من مسلا آآ برندات عالمية لكن في نفس الوقت هو خاص به لان هو التصميم العطر هو خاص به. طيب النهاردة هنتكلم على آآ آآ فلفت فلفت آآ خمسة. آآ عفوا فلفت ستة كمان. هنتكلم على فلفت ستة. فلفت ستة هو مقوناتي هنا اذكرها آآ بخور اللبان. وأوراق الشاي. وزهرة السوسة. طيب زهرة السوسة معروفة انها زهرة بردة آآ مميزة جدا. معلومة بس على السرية في حوالي مية واربعتاشر الف نوع من هنوع الورود. طبعا كلهم مختلفين آآ ليهم خط عطري قريب جدا من بعض. لكن طبعا نكهات سبحان الله مختلفة تماما يعني. تقدر تشكل بيها نقطة عطرية مختلفة تماما عن بعضها. طيب ده بالنسبة للازهار والورود. طيب بالنسبة لأوراق الشاي. اوراق الشاي طبعا الدولة المتصدرة طبعا دولة كينيا يعني مسحات كبيرة جدا موجودة فيها آآ في الشاي طبعا بوصل لجميع الدول العربية والحقيقة ان ليهم مزاق خاص آآ طبعا في اوراق الشاي. اوراق الشاي كمان ليس فقط ان هي بتستخدم لي آآ الزيت الزيت المستخلص الموجود منها طبعا عن طريق التبخير وطريق التعتيب بيتم آآ طبعا استخراج الزيت العطرية عن طريق التبخير. وطبعا زي نظام آآ الورد طبعا استخراجه بيكون زي 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 نظام دهن العود بيكون طبعا على طريقتين طريقة حطب وطريقة غاز. طبعا الطريقة دايما اللي احنا مفضلها هو النكهات اللي بتوبها مميزة جدا وسباة اطول طبعا بتكون طريقة الحطب. مع التعرفة طبعا ده من الخبرة احنا من خلال خبراتنا طبعا من الشم بنقدر نعرف آآ الطريقتين مختلفين. انت كمان متعود انفك على الشم بتقدر تشم وتقدر تحصل على العطر المناسب بالنسبة لك. طيب هنا قولنا اوراء الشاي وبخور اللبان. طبعا البخور معروف آآ طبعا عمان تعتبر طرجة واحد من آآ الزيت العطرية في اللبان. الزيت العطرية مستخرج طبعا اللبان من البخور اللي هو آآ بتحط على 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 الجامبر. البخور ده طبعا النكهات طبعا بتكون مختلفة اللبان مختلف كمان آآ فيه طبعا مشتاقات بتخرج العلاج. فيه مشتاقات بتخرج اللبان بيخرج للزيوت اللي بيستخرج منه الزيت العطرية آآ لطبعا للبخور. والحقيقة ان الزيت اللبان آآ طبيعته بارد. الشم بتاعته حلوة يعني محببة. كمان بتساعد كبير جدا كتير جدا 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 على الحالة النفسية والحالة المزاجية. بتهدى عصابك ويعني بتديك احساس شعور بالراحة مميز جدا. العطر اللي معنا النهاردة هو عطر فعلا مميز. بديه لك راحة. بديه لك هدوء. والحقيقة انا يعني معجب بالعطر ان دخول اللبان فيه عن تجارب شخصية طبعا دخول اللبان فيه آآ بديه لك شيء من الهدوء. فطبعا انت حابة ان انت تستخدم العطر في فترة المساء. هو العطر مناسب جدا رجالي ونسائي. طبعا بديه لك راحة طبعا بعد يوم تعب بعد يوم آآ عمل ودوام. بتستخدم العطر بيكون مناسب بالنسبة لك يعني. طيب ناكد الشاي هو مش واضحة جدا فيه بس هي موجودة فيه بتغير معالم شوية مع ازيت العطر اللي هو خاص باللبان. وزهرة السوسن طبعا مقدمت العطر وقعدت العطر في زهرة السوسن فطول الوقت انت بتشمل ريحة ورد. لكن العطر فعلا مميز. العطر ليه اقبال كبير جدا كمان على مستوى المباعات. آآ آآ اقبال كبير جدا. آآ كمان هسيب لك رابط اسفل الفيديو تقدر تسجل فيه وتغسل على عراضات والخصومات طبعا آآ وقت ما تكون متوفرة. آآ سواء من فصل ده أو سواء طبعا متجرنا. كمان احنا بنقدر نوصل لك بإذن الله اي مكان تكون موجود فيه. آآ طبعا مع تسجيلك مهم جدا ان انت بيجي لك ايميل على الآآ او وقت ما تسجل بيجي لك ايميل. فيه رابط بتضغط على الرابط انت كده اكدت التسجيل معانا. آآ اي عرضات بإذن الله بنرسلها لك على طول. اي خصومات بنرسلها لك من شركات مختلفة. كمان بنرسل معلومات قيمة جدا على العطور. اوات فيديوهات تكملية كمان وتوضحية اكتر وتعمق اكتر في الثقافة العطرية. مهم جدا ان احنا نعرف الثقافة العطرية مهم جدا ان احنا آآ نكون على دراية بآآ طبعا ما يتم تصنيعه في المصانع. ان ده تعتبر بتكون اسرار موجودة في المصانع ما بتخرجش في اي مكان تاني. لكن احنا من خلال النافزة بتاعتنا بنحاول نحن نوضح خبرات كديرة جدا وخبرات الاخرين وتجارب الاخرين. كمان شوف لينا فيديوهات عندهن العود والعود موجودة آآ طبعا في الفيديو. آآ تقدر ترجع لها في القناة. شكرا اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.